اشتركوا في القناة في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَاءَ لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نواصل في هذا المجلس في تفسير سورة الأعراف من الآية الثامنة والأربعين بعد المئة وحتى الآية الرابعة والخمسين بعد المئة إن شاء الله تعالى قال الله جل ذكره وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ هذا إخبارٌ من الله تعالى عن ضلال من ظلَّ من بني إسرائيل من بعده أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجات ربه سبحانه وتعالى وقد أعلمه الله بذلك وهو على الطور وهو على الجبل حيث يقول الله سبحانه وتعالى إخبارًا عن نفسه الكريمة قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي والسَّامِرِي هذا رجلٌ ظالٌ من بني إسرائيل حيث صنع لهم من الحُلِي الذي استعاره بنُّ إسرائيل من القبط فشكَّل منه عجلاً وهو ولدُ البقر قبل أن يصير ثورًا هذا العجل جسد لا روح فيه وقد جعل الصانع للعجل في باطنه تجويفًا وصار يُصدر صوتًا يدخل الهواء من جوفه ويخرج من دُبره فيُحدِث هذا الصوت وجعل السامري حين صنع هذا العجل فيه قبضةً من التُراب الذي أخذَه من أثر فرس جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى في سورة طاهَى قالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي؟ قالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوبَهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وقد أنكرَ عليهم نبيُّ الله هارون عليه الصلاة والسلام لأنهم اتَّخَذوا العجل متى؟ بعد ذهاب موسى وسفره لمُلاقات ربه وتذكرون في الدرس السابق أن موسى عليه السلام قال لأخيه هارون أخلُفني في قومي فقام هارون بالإنكار على السامري وبالإنكار على بني إسرائيل عبادة العجل وقال كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة طاه إنما فُتِنتُم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى يقول الله تعالى مبيناً سفَه رأي الذين اتَّخذوا العجل إلهاً ألم يروا أنه لا يُكَلِّمُهم ولا يهديهم سبيلاً فهم يشاهدون أنه لا يُكَلِّمُهم ولا يهديهم سبيلاً فلا شُبهة لهم في اتِّخاذه إلهاً لأن خصائصه خصائص العجموات فله خوار وهو صوت البقر ولا يتكلم وليس هو بالذي يهديهم إلى أمر يتَّبعونه حتى تُغني هدايته عن كلامه كما قال سبحانه وتعالى فاسألوهم إن كانوا ينطقون وليس المقصود طبعاً هو قوله تعالى ألم يروا هذا استفهام للتقرير والتعجُّب من حالهم وسفاههم وليس المقصود من هذا الاستدلال على الألوهية بالتكليم والهداية وإلا للزم إثبات الإلهية لحكماء البشر وهذا لا شك أنه محال ولكن هل هذا أول ضلال بني إسرائيل وضلالاتهم وجهلهم؟ أو سبقه شيء؟ سبقه أشياء؟ نعم نعم قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فهذا ما هو بأول ضلالتهم وأباطيلهم وجهالاتهم؟ قال الله اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه وكانوا ظالمين أي وكانوا قوماً عادتهم الظلم ووضعوا الأشياء في غير مواضعها حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً قال الله عنهم في سورة البقرة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وفي دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهيته تعالى لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية ثم قال تعالى ولما سُقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي ولما رجع موسى إلى قومه ووجدهم على هذه الحال وأخبرهم بظلالهم وأحرق العجل وهددهم كما في سورة طاها وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً إنما إلهكم الله الذي لا إله إلاه وسع كل شيء علماً سُقط في أيديهم يعني لما رجع موسى إليهم وأنكر عليهم سُقط في أيديهم يُقال للنادم المتحيِّر سُقط في يده وأُسقط في يده كنايةً عن شدة الحسرة والندامة لأن من عادةً من اشتد ندم وحسرته عادة أن يعُضَّ يده غمًّا فتصير يده مسقوطًا فيها لأن فاه قد وقع في وسط يده لأن اليد وقعت في وسط الفم لما سُقط في أيديهم ندموا وتحيِّروا ورأوا أنهم قد ظلوا تبين لهم وعلموا أنهم أشركوا بالله ما لم يُنزِّل به سلطانًا فتابوا من جريمتهم ورجعوا إلى رشدهم وتضرَّعوا إلى ربهم وقالوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّا مَنَ الْخَاسِرِينَ أي الذين خسروا الدنيا والآخرة وهذه توبةٌ وإنابةٌ واعترافٌ منهم بهذا الذنب العظيم والتجاءٌ إلى الله عز وجل وقد علموا أنهم أخطأوا خطيئةً عظيمة لذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطَّأته اللام قالوا لَإِنْ لَمْ يَرْحْمْنَا وَقَدَّمُوا الرَّحْمَةَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ قَدَّمُوا الرَّحْمَةَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ لِأَنَّهَا سَبَبُهَا قَدَّمُوا الرَّحْمَةَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ لِأَنَّهَا سَبَبُهَا وفي سورة البقرة صرَّح الله تبارك وتعالى بتوبتهم ورضاهم بالقتل وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ثم قال الله تبارك وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواحة وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن موسى صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى قوم من مناجات ربي تعالى وهو غضبان شديد الغضب شديد الغضب لقوله لقوله أسفا أحسنت قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم والأسف شدة الغضب والتغيُّض به على من أغضبه وهذا لتمام غيرة موسى عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته لأنه لا ذنب أعظم من الشرك فإذا لم يغضب الإنسان على هذا الذنب الشرك فعلى أي ذنب يغضب وهو أعظم الذنوب وأفحش الذنوب وأكبر الذنوب فلهذا من كمال تمام غيرة موسى وكمال نصحه وشفقته رجعه غضبان أسفا والأسف شدة الغضب والتغيُّض به على من أغضبه ويُطلق الأسف على الحزن والأسيف الحزين وقد صحى عن السُّد أنه قال غضبان أسفا قال حزينا وجاء في الصحيح البخاري من حديث عائشة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكرٍ أن يُصلي بالناس قالت يا رسول الله إن أبا بكرٍ رجلٌ أسيف أسيف يعني حزين يقرأ بقراءةٍ حزينة ويغلبه الخشوع والبكاء فإذا صلَّ ما سمعه الناس فالقولان متقاربان لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ما تكره ممن هو فوقك حزنت تُسَمَّى إحدى هاتين الحالين حُزناً والأخرى تُسَمَّى غَضَبًا أحدهما تُسَمَّى حُزن والأخرى غَضَبًا وقد روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن موسى إن الله عز وجل ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل لما أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يُلقِ الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت رواه الحاكم وصحَّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصحَّحه الألباني قال وجاعًا أيضًا ابن عباس أخرج الطبري بسند صعيان عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه وكان قريبًا منهم سمع أصواتهم فقال إني أسمع أصوات قوم اللهين إني أسمع أصوات قوم اللهين فلما عاينهم وقد عكفوا على العجل ألقى الألواح فكسرها أو فكسرها وأخذ برأس أخيه يجره إليه وإلقاء الألواح هو أثر لغضب موسى الشديد على قومه إلقاء الألواح لأن فيها كلام الله لكنه غضب من فعلهم قال بئس ما خلفتموني من بعدي أي بئس ما عملتم بعد ذهابي عنكم من عبادة العجل استنكر فعلهم لكونهم قامت عليهم الحجة وشاهدوا الآيات وشاهدوا العبر أعجلتم أمر ربكم والعجل هاتقدموا بالشيء قبل وقته ولهذا صارت مذمومة وقولوا أعجلتم أمر ربكم يعني أسابقتم قضاء ربكم يعني معناها عجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة ويعبادة العجل وألقى الألواح سبق عن ابن عباس والحديث أنه رماها وطرحها من أجل غضبه لله من عبادة قومه العجل وأخذ برأس أخيه يعني أخذ بشعر رأس هارون ولحيته خوفاً أن يكون قصر في نهيهم وهارون أكبر منه سناً وأحب إلى بني إسرائيل وألين عليك من موسى قال موسى لأخي هارون كما في سورة طه قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال ها هنا قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ابن أمة كلمة لين وعطف وترقيق ليكون أرأث وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه هارون وموسى شقيقان من الأب والأم لكنه قال ابن أم ليكون أعطف وأليا وأرق ولقد صرح الله عز وجل ببراءة هارون من التقصير فهارون بدل النصح لكن هؤلاء قوم العتات عندهم جبروت قال الله تعالى في سورة طه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري إذن هارون ما قصر مع بني إسرائيل بذل لهم النصح لكنه ليس قويا شديدا عليهم كما كان موسى عليه السلام قال ابن أمة إن القوم استضعفوني حسبوني ضعيفا لا ناصر لي فتركوا طاعتي واتباع أمري حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري لأنهم تمالوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في عدد قليل من بني إسرائيل وكادوا يقتلونني هموا وقاربوا أن يقتلوني فلا تظن بي يا موسى تقصيرا وهذا يدل على أن هارون عارضهم معارضة شديدة حتى خاف على نفسه من القتل فلا تشمت بي الأعداء والشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار الشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار ولهذا جاء في الدعاء المأثور وأعوذ بك من شماتة الأعداء فالشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار وإنما تحصل من العداوة والحسد تحصل الشماتة من العداوة والحسد وأراد بهم هارون الذين دعوا إلى عبادة العجل يعني كان يقول لا تفعل بي ما يتمنونه لي من الاستخفاف بي والانتهاك لحرمتي فهم حريصون أن يجدوا علي عثرة ويطلعوا على زلة ولا شك أنهم سيفرحون إذا رأوا موسى عليه السلام يجر لحية رأس هارون عليه السلام سيفرحون أنه وقع بينهم شيء وأن موسى أذى الهارون فلهذا قال فلا تشمت بي الأعداء لا تشمت بي هؤلاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لا تحسبني واحدا منهم فأنا منهم بري وعنهم عري ما لعلاقة بهم ولا بعملهم والبقصود بهم الذين أشركوا بالله حين عبدوا العجل فهارون يقول لا تحسبني واحدا منهم يا موسى فأنا منهم بري وعنهم عري ما لعلاقة بهم فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون وعلم عذره في هذا أنه بريء منهم وباينه الغضب قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين واللاحظ الموسى عليه السلام من أعظم الناس بركة على أخيه لم يفعل هذا عداوة لهارون وإنما غضبا على قوم حين عبدوا العجل ظن أن هارون قصر فإن بعض العلماء يقول ما أحسن أثر موسى عليه السلام على هارون فإنه قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني فهو الذي دع الله طلب من الله تبارك وتعالى أن يشرك معه هارون وللأ الأصل موسى عليه السلام هو الذي بعث وهارون كان مساعدا ومساندا ووزيرا لموسى عليهم جميعا وعلى جميع أنبياء الله ورسوله الصلاة والسلام قال رب اغفر لي طلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب ولما فعل بأخيه مع براءته رب اغفر لي ولأخي إن كان وجد منه تفريط خفي علي أو علي في ردع عبرته العجل رب اغفر لي ولأخي استنبط بعض العلماء من هذا أن من سنن الأنبياء أي نعم إعفاء اللحة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في صح البخاري وغيره وهذه ظاهرة الحلقة اللحية لأسف الشديدة الآن أصبحت منتشرة في العالم الإسلامي إما قصها وإما حلقها وكلاهما حرام لا يجوز وقد ثبتت الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أعفو اللحة وأحفو الشوارب خارف المشركين أعفو اللحة لا تتشبه باليهود ولا بالنصارى وغيرها من الأدلة الكثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد والعلماء استنبطوا أن النبي عليه الصزام كما قال أنس قد ملأت لحيته من هاهنا إلى هاهنا وهي من سنن الفطرة وهذا دليل من القرآن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال ربي اغفر لي والياخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا ذنب هؤلاء القوم المشركين إن الذين اتخذوا العجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تبارك وتعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم حتى قتل بعضهم بعضا كما في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وقد نالهم غضب الله عز وجل حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم وأنه لا يرضى عنهم إلا بذلك فقتل بعضهم بعضا وأنجلت المعركة عن كثير من القتلى ثم تاب الله عليهم بعد ذلك إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة غضب من ربهم فيه دليل على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى ومن الصفات الفعلية على الصفة اللائقة في جلاله وعظمته كقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب عقيدة المسلمين أن الإنسان يثبت ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط ليس كمثله شيء رد على ليس كمثله شيء رد على ليس كمثله شيء رد على الممثله نعم وهو السميع البصير رد على على المعطلة غضب من ربهم وذلة خضوع في النفس الذلة في الأصل في أصل الذلة خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفع يعني معنى نيل الذلة أنهم يصيرون مغلوبين مقهورين لمن يغلبهم وقد يكون ذلك والله أعلم بتسليط العدو عليهم وقد يكون بسلب الشجاعة من نفوسهم بحيث يكونون أذلاء جبناء خائفين من العدو ولو لم يسلط عليهم أو ذلة الاغتراب حصل لهم ذلة الاغتراب أم لا حصل لهم هذا أين في التيه حسنتم إذ حرامهم الله جل وعلا ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وقال تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض وكذلك نجزي المفترين هذه الآية وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة أو كذب على الله أو على شرعه كما قال ابو قلابة الجرم رحمه الله قال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة جميع أهل البدع جميع أهل البدع والذين يكذبون على الله في شرعه ودينه هؤلاء تصيبهم هذه الذلة وقال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة ذليل لأن البدعة معصية وأي معصية قال الحسن البصري رحمه الله عن أصحاب البدع والمعاصي إنهم وإن تقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال إلا أنهم لا إلا أن ذل المعصية لا يزال في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه وذلك سبحان الله إذا رأيت بعض أهل الأهواء بعض المبتدعة أول ما ترى صورة وجهه ما ترى منه شراق ولا نور عليه ظلمه ذلة وهذه يجدها أهل الإيمان وقال مالك بن أنس رحمه الله ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلة ثم قرأ إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين فهي لكل مفتر إلى يوم القيامة ثم نبه تبارك وتعالى عباده وارشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من الذنوب جميعا حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو غيره كما قبل من عبادة العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم فإذا ترك العبد الذنب إذا ترك العبد الذنب وعزم على ألا يعود وندم على ما مضى صح التوبته قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وفي سورة الماعدة لما ذكر الله سبحانه وتعالى كفر من كفر من أهل الكتاب قال الله جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا ويتوب الله على من تاب إن ربك من بعدها أي بعد هذه الحالة حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات لغفور رحيم غفور يغفر السيئات ويمحوها ويسترها على العبد ثم يمحوها رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها وفيهما إثبات صفة اسم الغفور وصفة المغفرة لله تبارك وتعالى وهنا نذكر بأن الغضب في أصله أصل الغضب ممدوح ولا مذموم في أصله مذموم ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب يعني لا تتعاطى لا تتعاطى أسباب الغضب ابعد عن مسببات الغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فردد فردد مرارا قال لا تغضب لأن الغضب عموما من حيث هو غضب يسبب إشكالات كبيرة فقد يتكلم الإنسان بكلمة الكفر إذا غضب وخرج عن طوله وقد يطلق وقد يقتل وقد يؤذي أحدا ولهذا نحن في الإسلام أمرنا بعلاج عظيم أولا أن الإنسان يبتعد عن الأسباب التي تهيج الغضب تسبب له الغضب ثم إذا غضب فعليه بالعلاجات النبوية أولا أن يستعيذ قبل بالله من الشيطان الرجيم كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهاب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثانيا أن يتوضى أن يتوضى لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار وإنما يطفئ الماء النار أيضا إذا غضب الإنسان فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضجع لأنه أبعد عن البطش وجاء في المسند أيضا إذا غضب أحدكم فليسكت يصبت لا يتكلم أما غضب موسى عليه السلام فإنه غضب كما أسلفنا محمود لأنه غضب غيرة لله تعالى وغضبا على قومه كيف وقعوا في الشرك بهذه المدة الوجيزة مع أن عندهم نبي يسوس ومهارون عليه السلام أخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له وفي نسختها هدى ورحمة يعني فيما نسخ فيها وكتب هدى ورحمة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول كثير من المفسرين إن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة وأما التفصيل فذهب اللي وين التفصيل التفصيل الذي فيه في الألواح التفصيل ذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية يقول ابن كثير والله أعلم بصحة هذا وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة لكن ما ذكره الحافظ بن كثير ليس دليلاً صريحاً لكن الدليل الصريح هو هو على أنها تكسرت على أنها تكسرت الدرس الماضي يا إخواني قلنا لكم حديث رواه الإمام أحمد ليس الخبر كالمعائنة ففيها دليل على أنها تكسرت أيضاً قول ابن عباس رضي الله عنهما ولعله أخذ منها الكتاب وهنا قول وفي نسختها فيها عدة أقوال أخذ الألواحة وفي نسختها هدى ورحمة القول الأول وفي نسختها أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة وفي نسختها أي فيما نسخ معروف أن النسخ له النقل فيما نسخ من الألواح المتكسرة وكتب ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة القول الثاني وفي نسختها المعنى وفيما نُسِخ له منها يعني من اللوح المحفوظ ما نُسِخ لموسى عليه السلام في الألواح هُدًا ورحمة القول الثالث المعنى وفيما كُتِب له فيها هُدًا ورحمة فلا يحتاج إلى أصلٍ ينقُل منه وهذا كما يُقال إنسَخ ما يقول فلان أي أثبته في كتابك فصارت الأقوال كم؟ ثلاثة الأول في نُسِخَتها يعني فيما نُسِخ من الألواح المُتكَسِّرة ونُقِل إلى الألواح الجديدة هُدًا ورحمة القول الثاني أن المعنى وفيما نُسِخ لموسى عليه الصلاة والسلام فيما نُسِخ له من اللوح المحفوظ في هذه الألواح فيه هُدًا ورحمة المعنى الثالث أو القول الثالث فيما كُتِب لموسى عليه الصلاة والسلام فيها هُدًا ورحمة فلا يحتاج إلى أصلٍ ينقُل منه وهذا كما يُقال إنسَخ ما يقول فلان أي أثبته في كتابك يعني أصله مكتوب فيها هُدًا ورحمة منسُخ فيها هُدًا ورحمة وهُدًا أي فيها الهُدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وجميع ما يهتدون به من الأحكام والرحمة وجميع ما يهتدون به في نُسْخَتها هُدًا ورحمة وأما الرحمة فهي ما يحصل لهم عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة لكن هل كلُّ أحدٍ يقبل هُدَى الله ورحمة الله؟ لا، ليس كلُّ أحدٍ يقبل الهُدى والرحمة إنما يقبل الهُدى والرحمة وينقادُوا لذلك ويتلقاهُ بالقبول من هُم؟ الذين هُم لربهم يرهبون أي يخافون منه ويخشونه وأما من لم يخف الله عز وجل ولا المقام بين يديه فإنه لا يزدادُ بها إلا عُتُوًّا ونُفورًا وتكونُ حُجَّةً عليه يوم يقومُ الأشهاد تأمل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواحة وفي نُسْخَتها هُدًا ورحمةٌ للذين هم لربهم يرهبون وهذا لا شك أنه مدحٌ لمن يخاف الله عز وجل ويخشاه كما قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال وإيايا فارهبون وقال فلا تخشووا الناس واخشوني وقال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فآيات الخوف والخشية ومدح أهل الخوف والخشية كثيرة في القرآن الكريم وهذه الخوف والخشية هي صفة الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي وكما مضى في قول موسى عليه السلام كما سيأتي في قول موسى عليه السلام أتهركنا بما فعل السفهاء منا وكما في حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رأى غيماً أو ريحاً وعرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فقيل له في ذلك إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا واستبشروا وقال وما يؤمنني أن يكون عذاباً قد رأى قوم السحاب فقالوا هذا عارض ممطرنا فصار عذاباً وهذه صفة المؤمنين الخلص أنهم لا يأمنون مكر الله عز وجل أنهم يخافون يخافون من ذنوبهم جعلنا الله وإياكم ممن يخشاه حق خشيته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر